وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم ثم سكب الملاك السادس جامع من على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرك الشمس ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب سلاسة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة أيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لكتاب ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء ها أنا آتي قلس توبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي أريانا فيرع ريته فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانيين هرمك دون ثم سكب الملاك السابع جامع على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل من السماء من العرش قائلا قد تم فحدثت أصوات ورعود وبروك وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا وصارت المدينة العظيمة سلاسة أقسام ومدن الأمم سقطت وبابل العظيمة زكرت أمام الله ليعطيها كأس خم سخت غضبه وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنه نزل من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء التجديف ولو سبعة رؤوس وعشرة قرون والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بالذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سكرى من دم القدسين ومن دم الشهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة رؤوس والعشرة قرون الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيدا يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم ترجمة نانسي قنقر